الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله طبعا في هذا اليوم سيكون ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أتكلم بضع دقائق حول الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أولا الإنسان يجب أن يعرف ما هو الاحتفال وما هو الاحتفاء أو ما هي صورة شكل الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن طبعا هذا عند أهل السنة والجماعة السادة الصوفية والأشاعر والماتريدية اجتماع المسلمين لقراءة القرآن وقراءة سيرة وشماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن تخلل بعد ذلك السماع والمديح النبوي والقصائد النبوية والإنشاد القصد من الاجتماع هو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي عند أهل السنة والجماعة فلما يأتي شخص يقول لك على أن أول من احتفل بمولد النبي هم الفاطميون اعلم على أنه أولا كذب والكذب ملعون مطرد من رحمة الله فيجب أن تعلم أولا أن الذي قال لك هذا ملعون مطرد من رحمة الله كيف تصدقه؟ لا يصدق طيب هذا أولا ثانيا أول من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع هذه البدعة الحسنة طبعا هي بدعة حسنة من حيث اللغة ركزوا سيأتي أحد الخوارق سيقول لك لا يوجد بدعة في الدين حسنة نعم في الدين لكنها في اللغة وليست في الشرع في الشرع لا يوجد بدعة حسنة وإنما توجد سنة حسنة سنة حسنة وإنما هي بدعة حسنة من حيث اللغة فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع لذلك في يوم مولده هو بدعة حسنة من حيث اللغة أي من حيث تعريفها في اللغة وسنة حسنة من حيث الشرع ليش سنة حسنة؟ لأن أصولها موافق لأصول الشريعة قلنا قراءة القرآن وقراءة القرآن موافق للشريعة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بها هذا من الدين كذلك هذه الصورة التي ترونها أول من فعلها الملك المضفر وهو ملك وشيخ من أهل السنة والجماعة وهو صهر صلاح الدين الأيوبي الملك المضفر هذا كان في اليمن في تعز كان يجمع جميع العلماء والفقهاء في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمد الطعام يطعم الطعام للفقراء والمساكين وبعد ذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمدائح النبوية إلى غير ذلك هذا فعله أمام جمهور علماء أهل السنة في القرن يعني تصوروا في القرن الرابع تقريبا أو الخامس من الذي قال لنا هذا الكلام؟ قاله الشيخ الإمام الحافظ بن كثير أول من جمع الناس لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو الملك المضفر في تعز هذا هو من أهل السنة والجماعة إذن الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي عند أهل السنة بهذه الصورة وهذا الشكل الاجتماع للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سيرة النبي من حين ولادته أو حتى من قبل ولادته صلى الله عليه وسلم عبارة عن تذكير للناس وعن نصيحة للناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين النصيحة قلنا أن القول بأن هذا قول قاله الفاطميون لا قيمة له حتى وإن صح يعني حتى وإن صح فالفاطميون من الشيعة طيب ما هي صورة أو شكل الاحتفال بمولد النبي عند الشيعة والفاطميين لا أحد يعلم لا أحد يعلم الشكل الذي يفعله الفاطميون كالفاطميون هؤلاء كانوا زمان يعني كيف كانوا يحتفلون لا أحد يعلم إذن الذي قال لنا أصلا هذا الكلام إما أنه كذاب وإما أنه جاهل وإما أنه سمع عن جهل سمع أنه أول من قال أن الفاطميون احتفلوا بمولد النبي فقال بدعة من بعض الفقهاء لماذا؟ لأن الفاطميين أصلا شيعة طيب صورة الاحتفال ليست كصورة الاحتفال عند أهل السنة والجماعة الصوفية والأشائر القائلين بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من علماء أهل السنة أكثر من خمسة وعشرين إمام وعالم وشيخ سأذكر منهم المشهورين عند العامة شيخ الإسلام الحافظ السيوطي شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث بن حجر العسقلاني شيخ الإسلام الحافظ بن حجر الهيثمي شيخ الإسلام الإمام الحافظ النووي شيخ الإسلام شيخ الإمام النووي الإمام الحافظ ابن أبي شامة الإمام القسطلاني الشيخ الإمام ابن القارئ الحنفي يعني هؤلاء مشهورين عند علماء أهل السنة وشيخ الإسلام الحافظ ابن القوزي الحنبلي إلى جانب الإمام الحافظ ابن كثير وإلى جانب الإمام الحافظ الذهبي يعني تصوروا من ذكرناهم الآن هناك من المذهب الحنفي وهناك من المذهب الحنبلي كابن القوز الحنبلي والإمام الذهبي حنابلة وهناك من أئمة الشافعية وهناك من أئمة الحنفية وهناك من أئمة المالكية تصور أن هؤلاء العلماء ممن قالوا بسنية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب هناك بعض أقوال لبعض فقهاء أهل السنة ببعض فقهاء أهل السنة من أهل السنة الأشاعر يعني يوجد من الأشاعر من قلب بدعية الموليد كيف نتعامل مع قولهم هذا نتعامل مع قولهم هذا أنه وصله صورة عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليست الصورة التي هي عند أهل السنة اليوم عند الصوفية والأشاعر يعني لا يمكن أن تأتي إليه الصورة فيقول الاحتفال أشهو قراءة قرآن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لقراءة سيرة النبي المديح النبوي ويأتي ويقول بدعة لا يمكن هو رأى صورة غير شرعية في زمانه وفي وقته وفي عصره فقال هذا الأمر بدعة ربما يحصل اختلاط ربما يحصل له ربما حصل الاجتماع له واللعب في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد سيقول بأنه بدعة لكن أنه تأتيه هذه الصورة التي فعلها الإمام الملك المظفر فيقول بدعة نقول له لا هنا لا يمكن أن يقول هذا الفقي إلا إن كان أخبل أو يعني مخبول تمام ليس فقيه مستقيم طيب إذن هناك من فقهاء الأشاعرة من أهل السنة من قال ببدعية المولد صحيح وهم أقل ممن يقولون بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعال اليوم إلى عصرنا نحن الآن دعكة من العصور السابقة حتى لا يجوز لأن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي يتقدد فيها الفتوى في العصر في الزمان والمكان ليست لابد أن تأخذ على حسب العصور السابقة لا هذه من المسائل التي ليست ما قاله السابقون قلنا والله خلاص واقب فرض آمين ولا الضالين قال آمين ما في شهد الخبر فهي من المسائل المتقدد اليوم علماء أهل السنة والجماعة اليوم علماء أهل السنة والجماعة الصوفية والأشاعر والماتريدية وفضلاء الحنابلة هذهم أهل السنة والجماعة إلى غانب الزيدية وإلى غانب الشيعة وإلى غانب الإباضية وهؤلاء كذلك يعتبروا من علماء الأمة الإسلامية وإن كان بيننا وبينهم خلاف تصور هؤلاء كلهم اليوم في هذا العصر ممن يقولون بقواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون بأنه بدع من الذي يقول بأنه بدع اليوم هل هم يوجد من فقهاء أهل السنة من يقول ببدعية المولد لا تصور أن الذين ينبحون اليوم بعدم قواز الاحتفال بمولد النبي وأن المولد بدعة من هم خوارج السلفية الوهابية من هم هؤلاء خوارج السلفية هل هم من أهل السنة لا يمتون لأهل السنة والجماعة لا من قريب ولا من بعيد إذن من هم هؤلاء هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هم شر الخلق والخليقة إذن خوارج السلفية الوهابية هؤلاء هم الذين قال النبي عنهم شر الخلق والخليقة وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ثم قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد إذن هؤلاء هم الذين يقولون اليوم ببدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يقول بأن المولد بدع اليوم نقول له أنت من كلاب أهل النار ليش من كلاب أهل النار لأن الخوارج كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار والسلفية الوهابية خوارج هذا العصر بالإجماء قولهم أنهم من أهل السنة كذابين منافقين هؤلاء يا أحباب تعمدوا أن يقولون عن أنفسهم أنهم من أهل السنة ليخدعوا العوام إنما هم من المقسمة والكرامية والمشبهة والحشوية التي الذين كانوا في العصور السابقة السلفية الوهابية إنما قاءوا ليقددوا أباطيل وعقائد طوائف المنحرفة السابقة وجاءوا وقددوا منهج الخوارج في عصرنا فهم خوارج هذا العصر بل أقول أنهم شر من الخوارج السابقين تصور الخوارج السابقين الذين كانوا في عصر السلف كانوا ما يقولون عن أنفسهم هل كانوا يطلقون على أنفسهم الخوارج؟ لا من الذي أطلق عليهم الخوارج؟ أهل السنة والجمع الصحابة وخيار التابعين وخيار تابع التابعين هم الذين أطلقوا عليهم الخوارج أما الخوارج فكانوا يصمون أنفسهم أمام الصحابة أمام أنهم أهل الإيمان كما يطلقون الخوارج السلفية الوهابية ماذا يطلقون على أنفسهم؟ أهل السنة والسلفيين وهؤلاء السابقين كانوا يقولون أهل الإيمان فكانوا يطلقون على أنفسهم أهل الإيمان هؤلاء أهل الإيمان هم الخوارق هؤلاء السلفية الوهابية هم خوارق هذا العصر خوارق عصرنا السلفية الوهابية أشد قرما وأشد فتنة وأشد خطرا وأشد ضلالا وأشد بدعة من الخوارق السابقين الخوارق السابقين لم يكونوا مقسمة تصوروا خوارق هذا العصر السلفية الوهابية مقسمة والمقسم كافر عند أهل السنة والجماعة الخوارق السابقين لم يكونوا مشبهة كرامية بخلاف خوارق السلفية الوهابية فقد قاءوا ليقددوا عقائد الكرامية الذين يقولون الله فوق العرش بذاته الله له يد حقيقية ووق حقيقية وساق حقيقية والعياذ بالله ويصفون الله بالأعضاء والأبعاظ والأجزاء والقوارح حياذا بالله تبارك وتعالى ويصفونه بالجهة والمكان المعين وأن له مكان وأنه يحتاج إلى مكان وأنه عياذا بالله الخوارق السابقين الذين كانوا في عصر السلف لم يكونوا على هذه العقيدة لذلك لم يكفرهم علماء أهل السنة والجماعة حينما سألوا الإمام علي عنهم قالوا هم بعيدين عن الكفر ولذلك أكثر العلماء لم يكفر الخوارق من هذا الباب لأنهم ليسوا على عقائد كفرية مثل خوارق السلفية الوهابية ويكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الدين إذن أخبرنا بأنهم مارقون من دين الإسلام يخلص يكفي هذا الأمر إن لم نقل كفر فنقول مارقون من دين الإسلام السلفية الوهابية مارقين من دين الإسلام بنص حديث رسول الله النبي هنا يتكلم عن جماعة تظهر في نقد في آخر الزمان من بني حنيفة أتباع السمسار محمد بن عبد الوهاب والذي هو امتداد لذي الخويصر التميم النقد الذي رآه النبي وقال من ضئض هؤلاء من ضئض هذا يخرج قرن الشيطان من ضئض هذا يخرج أقوام يقرؤون القرآن ريا رطبا من الذي يقرأ القرآن اليوم بحلاوة هم خوارق السلفية الوهابية من الذين يقولون من قول خير البرية ليوم هم هؤلاء خوارق السلفية الوهابية إلا طالما أن خوارق السلفية الوهابية في هذا العصر هم الذين يحرمون ويبدعون من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تعلم أن هذا الأمر يغيضهم لأنهم قرن الشيطان ما أحد اغتال من مولد رسول الله إلا اثنان إبليس وخوارق السلفية الوهابية أتباع إبليس أو نستطيع أن نقول أتباع إبليس بشكل عام سواء كانوا خوارق السلفية الوهابية أو كانوا من العلمانيين أو كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى لأن كل هؤلاء لا يريدون من المسلمين أن يقددوا فيهم روح النبي صلى الله عليه وسلم روح قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم روح تقديد روح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الرشدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير